السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية أبا جميعا متابعين الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا متابعين الكرام عندنا بعض التسريبات التي نشرت يوم أمس على بعض المواقع والتي تخص الزيارة التي قامت بها وزيرات خارجية فرنسا قبل شهرين تقريبا إلى المغرب الزيارة التي نرى بطبيعة الحال كيف تعامل معها المغرب خصوصا وزير خارجي المغربي ناصر بوريطا كيف تعامل مع وزيرات خارجية فرنسا ومن الواضح جدا على أن هذا الزيارة لم تكن ضمن ما تمناه ماكرو أو ما تمناه الفرنسيين بصفة عامة فالتسريبات تقول على أن وزيرات خارجية فرنسا حينما أتت إلى المغرب اقترحت على ناصر بوريطا إلغاء العلاقات العسكرية المغربية الإسرائيلية في المقابل سوف تقوم فرنسا بلعب دور الوساطة مع حضيرات الجزائر واقترحت أيضا حصر العلاقات المغربية الإسرائيلية في الميدان السياسي والتجاري فقط أو الاقتصادي مع إلغاء الجانب العسكري طبعا الحالة هذه نفس التسريبات المتابعين الكرام اللي كنا سمعناها أيضا قبل أشهر من حضيرات الجزائر اللي كانوا كيقولوهما اللي كيسربوا هذه التسريحات وكيحاولوا يردوا عليها على أساس أنهم ما بغنش الوسطة مع المغرب نفس التسريبات قالت على أن حضيرات الجزائر تطلب يعني الشرط دياله في ما يخص الوسطة مع المغرب هو أن يقوم المغرب بإلغاء العلاقات العسكرية مع إسرائيل لكن ما دلالت أن تقوم فرنسا باقتراح هذا المسألة هذه على المغرب في زيارة وزيرة خارجية فرنسا طبعاً هذه المسألة رفضها المغرب رفضها قاطعاً لا من ناحية التعامل للبرطة مع وزيرة خارجية فرنسا ولا من ناحية أيضاً على أن بعد هذا الزيارة اللي قامت بها وزيرة خارجية فرنسا يقوم مفتج المدفعية الملكية المغربية بزيارة إلى إسرائيل ويقوم أيضاً المسؤول يعني عن الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية بزيارة إلى المغرب وتنعقد اللجنة العسكرية المغربية الإسرائيلية للمرة الأولى في المغرب طبيعة الحال هذه المسألة كانت رد المباشرة على فرنسا أكثر من ذلك كان هناك اجتماع على المستوى العسكري ما بين المغرب وفرنسا قام المغرب بإلغائه بشكل مباشر هذا رد مباشر طبيعة الحال على فرنسا والاقتراح دياله بخصوص قطع العلاقة العسكرية مع إسرائيل وإلغاء العلاقات العسكرية مع إسرائيل لكن . فرنسا الذاتية الإدانية يبدون أنها دور لديك عد Tesla تبطيك العلاقات السياسية والاقتصادية ولكن هذاиллиयار العلاقة العسكرية المغربية and الإسرائيلية تجاوز تجاوز كليا مسألة الصفقات التقليدية وشراء الأسلحة وما إلى ذلك نحن وصلنا إلى خطوة التصنيع العسكري ما معنى تصنيع العسكري؟ تصنيع العسكري في المغرب معنى استقلالية المجال العسكري في المغرب بمعنى آخر أن المغرب سوف يستغني عن المنتجات العسكرية التي تجي من الخارج وسوف يقوم بإنتاجها في المغرب خصوصا حينما نتعلق الأمر أو حينما نتكلم عن إنتاج الطائرات المسيرة في المغرب طائرات المسيرة ليست تجارية وإنما العسكرية تقوم بالقصو تقوم بمهامات دقيقة جدا طاولة المدى بعيدة المدى قادرة على استهداف العمق ديال الأراضي الجزائرية وهنا مربط الفرس المتابعين الكرام ففرنسا تعتبر حدرات الجزائر حديقتها الخلفية حدرات ديالها زريبة ديالها كدر فيها اللي بغات وبالتالي جميع التروات النفطية والغازية التي كنا في حدرات الجزائر تستفيد منها فرنسا تقريبا بشكل مجاني كل شيء يمشي لفرنسا العائدة كلها تمشي لفرنسا وراءكم عارفين هذه القضية وبالتالي حينما يحصل المغرب على قدرات عسكرية تصنيع عسكري لمنتجات وأنظمة قادرة على أنها تستهدف مصافي النفط والغاز في العمق الجزائري فهنا نرى فرنسا تتدخل وتأتي وتقول للمغرب أريد أن أتوسط لكم مع حدرات الجزائر ولكن اختطعوا العلاقات العسكرية التي كانت تقوم مع إسرائيل وهذه المسألة بطبيعة الحال لن تكون ولن يحلم بها الفرنسيين وراحضوا متابعين الكلام على أنه منذ الزيارة ديال وزيرة خارجية فرنسا الزيارة الفاشلة بطبيعة الحال إلى المغرب زادت حدة السعارة الفرنسية وزادت حدة الحملة الفرنسية ضد المغرب وزاد كل مظاهر الهجوم الفرنسي الإعلامي وما هو غير إعلامي أيضاً ضد المغرب لأن المغرب طبيعة الحال رفض هذه المسألة قطعاً وكلياً المغرب عنده علاقات استراتيجية مع إسرائيل عنده حلف استراتيجية عنده مصالح استراتيجية لن يتخلى عنها لا فيما يخص حدارة الجزائر ولا فيما يخص فرنسا فإن كنتم تشعرون بالتهديد من طرف المغرب إن كنتم تشعرون على أن التهديد العسكري الآن أو القدرات العسكرية التي عند المغرب الآن أصبحت تهدد مصالحكم في حدارة الجزائر فهذا بالذات هو الذي نريده نحن متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة